مجز السابع مساء أهلا بكم دمرت وحدات من الجيش العربي السوري آلية لتنظيم جبهة النصر الإرهابي وقضت على خمسة من إرهابي في ريف دمشق الغربي كما سيطرت وحدات الجيش العربي السوري في ريف حمص الشرقي على مساحات جديدة خلال ملاحقتها لإرهابي تنظيم داعش في منطقة البيارات بريف تدمر الغربي وذكر مراسل الإخبارية في حمص أن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والصديقة نفذت عمليات مكثقة شرق قرية طرف الغربية التي سيطرت عليها وقضت خلالها على تجمعات إرهابي داعش كما وجهت وحدات من الجيش بإسناد من سلاح الجو ضربات على تحركات لمجموعات إرهابية في ريف حمى وإدلب سشد طفل جراء قصف المجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية بالقذائف الصاروخية حي السحاري بمدينة درعة وأفادت مراسلة الإخبارية في درعة بأن الإرهابيين اعتادوا على محطة خربة غزالة المغذية لمدينة درعة ما تسبب في خروج خط 66 كيلو فولت عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاصة لسوريا سيفان ديمستورا أن المحادثات القادمة التي ستجرى في جينيف حول الأزمة في سوريا ستهدف إلى معرفة ما إذا كانت هناك فرصة لإحراز تقدم في عملية التسوية السياسية للأزمة ديمستورا أضحى خلال مؤتمر ميونيخ الأمني في ألمانيا أن محادثات أستنى التي جرت مؤخرا كانت تهدف فقط لتثبيت وقف الأعمال القتالية في سوريا مبينا أن محادثات جينيف التي ستبدأ يوم الخميس المقبل ستجرى على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 جدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لارجاني التأكيد على تطابق مواقف بلاده مع موسكو ولسيما فيما يخص مكافحة الإرهاب وحل الأزمة في سوريا وقال لارجاني إن إيران وروسيا يسيران في طريق استراتيجي ويتجهان إلى تشكيل حلف استراتيجي في المنطقة مشيرا أن الحوار في المنطقة يمكن أن يكون إيجابيا على الدوام لذلك فإن بلاده تعلن ترحيبها بالحوار السياسي بين بلدان المنطقة دون أي شروط مسبقة في خبرنا الأخير أوقف الجيش اللبناني أربعة أشخاص في ظهر العين بمنطقة عكا شمال لبنان للاشتباه بتعاملهم مع مجموعات إرهابية كما أوقف الجيش اللبناني على حاجز وادي حميد في عرسال شمال شرق لبنان شاحنة محملة بالمواد الغذائية متجهة للإرهابيين في جرود عرسال ختام الموجز إلى اللقاء شكرا